نوفني طفلة يزيد قبل الأوان يعني ولادة مبكرة بالتحديد أقل من 37 أسبوع بأسنا نحسبه بعدد الأسابيع تحديداً أقل من 37 أسبوع نتحط على ولادة قبل الأوان ولادة مبكرة وللطفل خديج كنحكي بلطفل خديج يعني هناك أنواع ولا هناك حالات يعني تتبدل كما نقوله درجة الخطورة تحى على حسب للاج جستسونال إكزاكت قد ما يكون لاج قليل قد ما يكون هناك مضاعفات ولا تكون هناك خطورة على لنوفوني ولطف الحديث الولادة يعني نتحدثوا مثلا على أقل من 32 أسبوع بين 28 و 32 بين 30 أسبوع إلى 34 أسبوع من 34 أسبوع حتى 37 أسبوع قد ما يكون لاج صغير قبل الأوان أكثر قد ما تكون هناك مضاعفات وخطورة أكثر للطفل الخديج نعم نحن بناتني باللي يعني هي يعني في الطفل يعني في الرادع أنه كل شهر تنمو عنده حاجة كل شهر يكتمل عنده عضو من أعضاء الجسم فمثلا كي الطفل يولد قبل وقته وشي هما يمكن الأعضاء اللي ينقاهم مازال ما يكتملو شوش الأعضاء اللي يكتملو سولا كوفوس يعني بصفة عامة كيما قلتي المضاعفات تتعلق بعدم نرج الأعضاء ولا عدم نرج الوظيفة على الأعضاء نعم نعم بيان سورا كل حاجة در هرب يسبحانو فيها حكمة يعني في كل سن يعني في كل مرحلة تعلق غوسيس ولا تعلق الحمد هناك نرج معين لأعضاء معينة حنا يعني كما قلت لك قد ما يكون صغير قد ما يكون ما يكون شنرج عدد كبير من الأعضاء وهذا راح يشكل خطر عليه من بين الأمور اللي نخافوها بزاب 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 عند الانفان بخي ماتوري هي لي ماتوريتي بل موناغ يعني عدم نرج الرئوي يعني هنا يعرض الطفل الخديج إلى مشاكل تنفسية من الدرجة الأولى كنحكي وعلى عدم النرج تعالى للغيئتين نحكي وعلى واحد المادة يطللها للسوق فاكتون للسوق فاكتون هذه يعني أقل من 34 أسبوع ما تكونش صديق ولكن الطفل الخديج أقل من 34 أسبوع يكون أكثر عرضة لمشكل تعليماتوريتي بل موناغ ولا مشكل تنفسي لسبب تعوى عدم النرج تعالى هذه المادة المادة هذه الخدمة تحاوش تدير راح تخلي احنا يعلمنا في الزيشونج غازي يعني كيدخل الأكسجين ويخرج لسيو دو عدنا الحواصلات الهوائية اللي هي أصغر وحدة في الرئة يعني في هذا المكان اللي هي الحواصلات السوق فاكتون هذه المادة ميخليش الكولابسوستعليزها الفيال الصديق كي عاودي يخرج الهواء ميتبلاطوش يعني أقولوها بالعاميات يعني من السقوش دونك هذا لو كنت تكون شهاد المادة اللي قتلك أقل من أربعة وثلاثين أسبوع يعرضنا لوحد المالادي عطلها المالادي ديمون بغاني علي وهذه اللي تخلي الطفل يعرضه أول مشكلة المشكلة على التنفس يعني هذه الحاجة اللي نخفوح بزاف الحاجة الثانية على بناب اللي للطفل الخديج عنده يعني مواصفات تتعلق بها نعم تكون عنده يعني الطابقة الدهنية اللي تكون تحت الجلد ما زال ما نضجتش ما تكونتش واحنا على بناب اللي الدهون هم اللي يخليوا الطفل يعني تكون عنده نغمو تغمي يعني منعكس المص يعني احنا ربي سبحانه اللي بي خلقه يمص سيتين غيفلكس منعكس دونك يكون يزيد نغمال اعتقل دونك انفوا يزيد دونك أوتوماتيك مرحلو سند لما مو يبدأ يمص هذا منعكس يزيد به لأقل من أربع أو ثلاثين أسبوع يقدر ما يكونش عندهم هذل غيفلكس دونك هذا رح يعرض الطفل الخديج إلى مشكلة على الرضاعة ما يقدرش يرضى ما يقدرش ما يقدرش يرضى ما عندهوش غيفلكس هذا دونك هذا كامل يخلي بالطفل في مرحلة العلاج يكون في الحضانة والحضانة هلا سوف نفره له هذ الأمور كامل كين تاني اليارقان ولا ليكتاخ البوسفاير اللي بالعامية تعنا يخلي الطفل الخديج يتعرض بزعف له وهذا علاج داخل في لماتوريتي إباتيك ولا عدم نضج الكبد لي كما قلنا من اللي قلتها في حساس اللي جازت عندنا مادة سماعة طولها لبيليغيبين دونك تحويل هذل مادة وباش يرميوها في المرارة اللي يخدمها للكبت في الحالة على الطفل الخديج عندنا نيماتوريتي يعني الوظيفة على الكبت كل ما زل ما كتملتش دونك أوتوماتيك ما وهذه المادة رح تطلع بزاف الدم وحنا يا عندنا ديتو يعني عندنا كي ما احنا نقوله أرقام قد ما يكون طفل الخديج يكون صغير يعني الكي يزيد لبيليغيبين تأثر عليه بزاف ويقدر يمدني لغيسك سيسكون أبل اللي كتغ نوكليغ وين هاد لبيليغيبين كي تدخل تقدر تخرب لو خلايا العصبية داك وحنا عارفو بالخلايا العصبية كي تتخرب ما تقدرش تعود تجدد من درو جديد نعم صغطو ليامات الليولين دونك معرض تاني اللي كتغ ليهرقان لي لازم بينسوغ نعسوه في الحالة هادي وشوفو اسوي لازم ندرولو سيسكون أبل الفوتو تيرابي صديغ نعرضوه لليم يقبلوه بش تكسر هاد المادة السماء اللي حكينا عليها